سيتم الشروع في محاكمة السعيد بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات السابقين الجنرال تفيق وترطاق والأمين العامة لحزب العمال خلال الأسابيع القادمة المتهمون يواجهون تهم المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة تهم تصل عقوبتها حد الإعدام وقد جرى اعتقال المتهمين في بداية ماي الماضي بعدما جرى الاجتباه في قيامهم بالاجتماع بإقامة بأعالي العاصمة لزعزعة استقرار البلاد ومن المنتظر أن يتم محاكمتهم في الأسابيع القادمة